احنا نرجع لنا يا سيادة السفير محمد حجازي مساعدة زير خلاجية الاسبق على التليفون مش كده زوم طب عظيم اهلا بك معالي السفير مرة اخرى عبر زوم عشان يعني نستمتع بروية حضرتك انا خشيت ان يكون في مشكلة يا اهلا بك يا فندم سعادة السفير احنا كنا نتكلمة شوية مع الدكتور جهاد الحرزين وعايز اوصل ما كنا نتحدث فيه عن مع حضرتك وكان يعني مضمون الكلام بانه اسرائيل لديها الان واستعنى في اخر يعني الفقرة بتدوينه لنفتالي بينت رئيس وزارة اسرائيل الاسبق اللي هي فكرة ان هذا المجتمع الان يشهد بتعبيراتنا تانياهو خطر وجودي دي تعبيراتنا تانياهو مش تعبيراتنا احنا وجزء من الخطر الوجودي جزء رئيسي يأتي كمان من شمال لبنان اللي هو بيصفه نتالي بينت انه اصبح مهجورا والاحصائيات بتقول انه ازا كان في غلاف غزة رجع ما من 60 الى 70% من المستوطنين في شمال لبنان مرجاش غير 3% ده الاحصائيات الاخيرة 100000 مواطن حتى اللحظة خرجوا ولم يعد حضرتك شايف قبل ما ندخل في تفاصيل المواجهة الماش هتدعى على بعضه بما فيه الجزء اللي خاص بان اسرائيل تحارب من اكثر تحارب لأول مرة اكثر من جبهة وجيوش غير نظامية وقصتها من موضوع شمال لبنان كيف تضعف السياق يعني اظن اوصية زونة تقيم دكتور يعني اسعى الى ان اشرح الموقف من زاويتين دكتور ديار الزاوية الاولى مرتبطة باسرائيل ذاتها والدائرة الثانية مرتبطة بالولايات المتحدة وستراتيجيتها الاقليمية خاصة تجاهل الاستراتيجية الاشمل التي تقودها الولايات المتحدة هي تقويد دعائم ايران سعيا للنيل منها كما حدث في العراق في مرحلة تماما لن تكون الان فقرار الحرب تجاه ايران هو ليس قرارا اسرائيلي كما اكد الرئيس بايدن لنتانياهو عندما سعى في بدايات الحرب في غزة البدء بحزب الله وابلاغه وزير الخارجية بلينكين ان قرار الحرب بشأن ايران ليس قرارا اسرائيلي الدخول على جبهة حزب الله في هذه المرحلة هو ضمن السياق الذي يسعى فيه نتانياهو لاستدراج المشهد لمزيد من العنف وصولا لمرحلة الانتخابات الامريكية هو زي مقاول حرب نتانياهو كما زلينيسكي في المشهد الاوكراني هو مقاول حرب هو يقود المشهد لتحقيق اهداف ذاتية لإسرائيل بالقضاء على ما يدعون انه زراع ايران في المنطقة كما هو الحافي في اليمن وكما هو حزب الله في لبنان وكما هما الحجد الشعبي في العراق وباقي الميليشيات المنتمية إلى ايران الاستراتيجية الامريكية الأشمل هي الوصول إلى ايران ولكن مشهد ايران بتعقيداته ليس موعده الآن وسوق الطاقة العالمي ملتهب ومحتقن بسبب انغماس روسيا وابتعاد انتبادات النفط عن أوروبا أنا بربط بين إسرائيل ومسعاه ونتانياهو في القلب منها واليمين المتطرف الذي دوما مثل هذه المخططات في حاجة إلى المتطرفين وبالتالي مواجهة حماس والقضاء عليها ومن ثم انت ممكن تفهم يا دكتور وحضرتك تشرح لنا أيضا هذا المعنى أن نتانياهو يرفض أي أطرحات حتى لو كانت أطرحات أمريكية أنه يستدرج المشهد إلى حالة مؤقتة من الهدنة يستعيد من خلالها الرهائن ثم يعاود مواجهة حماس والقضاء عليها هو يريد أن يحقق أهدافه ولكنه يستخدر أيضا ضمن إطار استراتيجية لم يحقن فيها بعد موعد حزب الله فهو يسعى من خلال محور فلاديلفيا الدخول في رفح الانتقال من مشهد عنف إلى آخر يستدرج بايدن وحكوماته إلى مرحلة الانتخابات التي تعجز فيها على التأثير على إسرائيل ويكون قد تقلص من الضغوط التي ربما في مرحلة غزة فيما بعد أو مرحل الضغط الذي يمارسه الرئيس بايدن إلى ترامب واليمين الجمهوري المتطرف لوحدة الفكر واستمرار ناتانياهو ولم أندهش عندما كان الحديث عن أنه يسعى ويمينه المتطرف للبقاء في الحكم ولكن هناك ضغوط دولية نوعية تمت خلال الأيام القليلة الماضية وزيرة خارجية ألمانيا بتقول هناك من داخل إسرائيل من هم مرتنون بتقويد أمن إسرائيل وزير الدفاع الأمريكي قال أولاف جلنت وزير الدفاع الإسرائيلي عليك أن تتجنب نصرا تكتيكيا تحقق لك هذه الستراتيجية معنى هام جدا بالإضافة طبعا لما ذكره ضيفك الكريم عن الحردين وهجراتهم خارج إسرائيل والعشرات من بنود الاحتياط الذين رفضوا الحرد في غزة حقيقة المشهد في بدايته يبدو إسرائيليا حمسويا فلسطينيا ولكن في إطاره العام وأمريكيا إيرانيا تتصابق في الخطة بين الولايات المتحدة وإيران التي تسعى لامتلاك الديتارنت حول النووي بما يحميها حيث لم تستطع العراق ربما تستطيع إيران وهذا أيضا هو نفس قدر التفكير التوري الشمالي إذا امتلاكت الديتارنت يبتعدون عنه وهذا هو السباق الراهن بين قوى إقليمية تسعى لتنفيذ أهداف استراتيجية للولايات المتحدة كما هو حال زلينيسكي في أوكرانيا الذي يستدرك روسيا الاتحادية في حرب استنزاف طويلة عظيم طيب دكتور جهاد أنا هاخد من الألوسيات السفير وحصل السؤال يعني سمحني عليه يبدو سازك جدا لكن إجابته هتحدد السؤالي لبعضه على طول هو احنا نتكلم طول الوقت عن قواعد اشتباك في الشمال قواعد اشتباك بالمعنى العام للناس تفهمون نحن يعني في مستوى محدد من التصعيد لا يرتفع عنه لدخول في حرب شملة ماشي ده المعنى هو مين اللي حط قواعد اشتباك يعني من أين وضعت هل جلس الإسرائيل والأمريكي الإسرائيل والحزب الله اللي كان يضع قواعد اشتباك من الذي وضعها علينا لا ننسى بأن المبعوث الأمريكي هوكشتن الذي كان يزور لبنان والذي كان هو منصق الاتفاق ترسيم الحدود البحرية ما بين إسرائيل وما بين لبنان هو الذي يلعب هذا الدور بالإضافة لأن فرنسا حاولت أن تلعب هذا الدور واليوم ألمانيا تدخل على الخط إذن هناك قواعد اشتباك يجب عدم تجاوزها من كل الطرفين وهذا يلقي بالنظرة استكمالا لما تفضل به ساعة السفير أولا إيران لن تغامر بأن تفقد قدرة حزب الله في المنطقة وخاصة أن حزب الله يشكل له الذراع الرئيسي في المنطقة والذي يتم استخدامه وقتما يتم الضغط الحقيقي على إيران بما يتعلق بالمشروع أنه يتم إشعال المنطقة من جديد أو إدخال المنطقة في دوامة حتى تتجي الانظار ويتم تخفيف الضغط عن إيران بالمقابل الذي يتلعب بالموضوع الإسرائيلي هي رؤية أوروبية رؤية أمريكية متعلقة في هذا السياق بأليات بعدم تجاوز القواعد المعمول بها حتى لا ندخل بما يسمى حرب عالمية أخرى وخاصة أن الصراع انتقل من شرق آسيا ومن جنوب شرق آسيا انتقل إلى منطقة الشرق الأوسط لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعيد في ضيحة داخل منطقة الشرق الأوسط ومن هنا علينا استذكار ما قالوا بايدن وما قالوا بلينكين وما قالوا كل من ساركوزي وسونك والعديد الذين زاروا إسرائيل أثناء ما بعد السبع من أكتور الذين قالوا يجب علينا الحفاظ على بقاء إسرائيل في هذه المنطقة وعدم انهيار إسرائيل وبايدن قالوا لو لم تكن إسرائيل موجودة لعملته على إيجاده إذن إسرائيل هي مشروع خدماتي للقوى الاستمارية في المنطقة وخاصة منطقة الشرق الأوسط واليوم الحديث الذي يدور بعدما تم تحريك حاملات الطائرات جيلارد فورد وايزاناور إلى السحل البحر الأبيض المتوسط للمرة الأولى في التاريخ الصين ترسل قطع بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط وكذلك روسيا تزود سوريا بصفقات من مضادات الصواريخ S-300 و S-400 التي هي فقط حصريا لروسيا زودت بها سوريا إذن حالة الصراع انتقلت إلى منطقة الشرق الأوسط ومن هنا توضع قواعد الاشتباك بعدم تجاوز هذه القواعد من المتحكم الرئيسي المتحكم الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية من جانب وإيران من جانب آخر وعلينا هنا قد اختلف مع صحة السفير في هذا السياق بأن هناك أعتقد بأنه ليس هناك خلافا أمريكيا إيرانيا بل هو خلافا مصطنعا حتى تبقى السيطرة متواصلة على المنطقة العربية وحتى تبقى نفوز الأمريكي باقي في المنطقة العربية ترجمة نانسي قنقر